طب احكي لنا فاندبع مشاهداتك مع السكان من 2014 لـ 2024 هالي شمال سيناء من ما يعرف بهجرة بسبب الأحداث الأمنية وذهاب إلى محافظات تانية إلى عودة مرة أخرى من أجل وجود فرص عمل وهو خلاف يعني النهاردة اللي معاه بطاقة شمال سيناء بقى ميزة كبيرة جداً أنه يقدر يستفيد بيها من كل هذه الخدمات وانت برضو عشان خاطر تزبط الناس أو الناس تتعود على حاجة معينة ويبقى تقدر أن أنت تنفذ الهدف اللي أنت عايزه كان لازم أن أنت توجد للناس البديل بتاعهم ما تسيبهمش ما تقولش أنظم حدودي وسايب الدنيا لازم فكان القرار السليم هو إنشاء مدينة جديدة تسمى مدينة رفح الجديد مدينة رفح الجديد اللي احنا بقى فيها دي بصدادها اتخططت أن هي تسمح بتواجد 700 ألف نسمة يبقوا موجودين في مدينة رفح الجديد طيب حراك لما عملت المدن الجديدة دي كان فيه هجرة عكسية ولكن دلوقتي أصبحت هجرة للداخل هو موضوع الهجرة العكسية ما تقدرش تقوله هجرة عكسية لأن احنا في سنة 2014 الناس أجبروا على أنهم يعني يهجروا أو يسيبوا منازلهم نتيجة طبعا زي ما حدثتك عارف والسادة المشاهدين كلهم عارفين الأجواء الأمنية والإرهاب وما حدث من الإرهاب فكان لزاما أن احنا أن الدولة تخطط وفعلا الدولة خططت مدينة رفح الجديدة على 3 مراحل رئيسية المرحلة الأولى وهي 272 عمارة فيهم كم شقة فيهم 4352 شقة طب ده أنا كنت بدردش مع الناس هنا قالولي أن فعلا القصدق 30 سنة و600 جنيه في الشهر ده حقيقة الدولة هنا بتوفر دعم مادي أولا 55% من قيمة الشقة ما نجعوه بأي حاجة تاني الشقة 55% من قيمتها الدولة مدعمها نيجي الحاجة التانية جميع المرافق اللي حدثتك بتشوفها طرق مية صرف صحي كل الكلام ده الدولة مدعمها بنسبة 100% يعني الدولة هي اللي صرفة على الحاجات اللي هي البنية التحتية بالكامل الدولة صرفة عليها زائد التكلفة بتاعة الشقة الدولة مدعمها بـ 55% 600 جنيه فان ده ما يجيبوش إيجار شقة يعني يا قال شقة النهار ده حتتأجر بكام الشقة تمنها 751 ألف جنيه بيدفع بس مقدم 20 ألف جنيه والباقي قصت على 30 سنة القصت اللي هو على 30 سنة بيدفع شهريا 660 جنيه طب هو المواطن ده لازم بطاقته تبقى شمال سينة؟ احنا حطين بقى ضوابط طبعا حطين ضوابط أولا المرحلة الأولى من المدينة دي مخصصة صالح أهلنا في بتوع رفح لأن من أكتر الناس تضرورا من الإرهاب ويعني اتأثروا جامد هم أهالي مدينة رفح يليهم مدينة الشيخ زواي فصدر القرار أنه أول المرحلة الأولى تبقى لصالح أهالي مدينة رفح ثم لو فاض حاجة هيبقى لأهالي الشيخ زوايد أو أنهم يخشوا في المرحلة الثانية زي ما قلت حددتك احنا عندنا ثلاث مرحة أسبقية أولى مرحلة الأولية لمدينة مدينة رفح